شكرا لكم وحشتوني اليوم راجعت لكم وصفة جديدة هي المكرون الاسباكتي هنحتاج فيها طماطم مضروبة في الخلاط ومعلقة سكر صغيرة ومعلقة ملح صغيرة وطم مفروم هنحتاج المكرون الاسباكتي والفلفل الاسور هنحطه في الاخر ونحن نحط المكرونة عشان طعم ويفضل موجود في الاكل هنا خطينا الزيت لان المكرونة لازم تعمل بزيت هنفط الطم لغاية ما ياخد نون بعدها نحط على الطماطم والسكر والملح والطم لازم نتبه له لغاية ما يبقى لونه أصفر عشان ما يتحلقش مننا بعدها نحط على الطماطم والسكر الآن نحط الطماطم الطماطم السكر والحلم عشان والسvar ونقلب كل ملحة هنقلب كل ملحة هنا هنخلي الطماطم السببت من السلع على مبلش هنقلب كل ملحة هنا هنقلبت المكرونة خلقناها بس في مية السلق حطينا ملح بخصيف والطماطم دي الزف وما حطينا زيت في مية السلق عشان مش يقلص الصص الطماطم يلزع في المكارونة هنا هنحطي فلسوة في صص الطماطم ونقلبه بعدين هنحطي علي المكارونة الوقت هنحطي علي المكارونة هنحطي علي المكارونة على ماء هادي على نار هادية ممكن نقدمها بالبطاطس المثلوقة وبد بطاطس محمرة هنحطي علي المكارونة هنقدمها مع بطاطس محمرة وبد بطاطس محمرة هنحطي علي المكارونة هنحطي علي المكارونة هنحطي علي المكارونة بطاطس هنحطي علي المكارونة هنحطي علي المكارونة هنحطي علي المكارونة اشتركوا في القناة